استنكر جمع من الأهالي والمقيمين بمحافظة العاصمة استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن البحريني الداخلي عبر دعمهم للجماعات الإرهابية والمتطرفة مؤكدين أن هذه المخططات والأعمال الآثمة التي تستهدف الوطن والمواطنين لن تزيد البحرينيين المخلصين إلا ترابطا مع قياداتهم الرشيدة جاء ذلك خلال استقبال سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة لعدد من النواب والوجهاء والعيان ورجال الأعمال والفيه من الأهالي في مجلس المحافظة الأسبوعي إذ أكد الحضور أن إعلان وزارة الداخلية القبضة على خلية إرهابية مرتبطة بإيران خططت وشرعت في تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية يعكس السياسة التي ينتهجها النظام الإيراني في التدخل في الشأن المحلي من خلال استغلاله للفئات المتطرفة وإيوائه الهاربين من العدالة وفتحه المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية وتهريبه الأسلحة والمتفجرات في صورة تظهر مدى تماديهم في اتهاك القوانين الدولية الداعية لاحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار ما يظهر مواصلة السياسة العدائية تجاه المملكة ودول الخليج العربية وأشاد الحضور باليقظة والحس الأمني العالي الذي تتمتع به كافة الأجهزة الأمنية بقيادة وزير الداخلية والتي أسمت في إحباط المخططات الآثمة التي تسعى لزعزعة الاستقرار واستهداف حياة الآمنين من مواطنين ومقيمين رافضين بشدة تدخلات الخارجية المشينة في الشأن البحرين أهالي البحرين يرفضون جميع تدخلات الخارجية في شأنهم وهم قادرين على التواصل مع قيادتهم وحل مشاكلهم بأنفسهم التدخلات لن تنفأ أحد ونن تجدي نفعاً بل ستثير الفتن وتحدث المشاكل بين الشعب وقيادته ونحن في مملكة البحرين لدينا تواصل مستمر وأبواب مفتوحة مع القيادة فلسنا في حاجة إلى التدخلات الخارجية التي ستضر بالبلاد نحن نستنكر ونشجب أي تدخل أجنبي من أين كان من بعيد أو من قريب سواء كان من إيران أو غير إيران نحن في بلد نعيش بأمن وأمان واستقرار وراحة نفسية وكل شيء متاحاً لنا وبارك الله في الجميع ولا ننكر أن جلالة الملك أبو سلمان مو مقصر ويا حياتنا الاجتماعية في هذا الوطن العزيز والغالي على قلوب الكبير والصغير نتضامن مع حكومتنا في أي إجراءات تتخذها ضد أي دولة حاولت تدخل في شؤوننا سواء كانت إيران أو غير إيران أو أي دولة سواء كانت روسيا أو غير روسيا أو أي دولة من الدول نحن مع الحكومة مع نظامنا ومع شعبنا ونقدر القيادة ونقدر كل محب لهذا الوطن التدخلات الإيرانية المتواصلة في شؤون البحرين وأكد أن كافة شعب البحرين يقف وراء الإجراءات الحكومية المتخذة لرد هذا التدخل السافر وما في شك أن البيانات الأخيرة في مؤتمر القمة تؤكد على ذلك ووقوف كافة الدول العربية خلف مملكة البحرين ودعمها في كل المجالات طبعا نستنكر التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ونقف وراء القيادة في جميع الإجراءات التي تتخذها في هذا التدخل ونطلب من هذه التدخلات انتقف ولا تتكرر لا شك نحن نعيش في دولة مليئة بالحب والتعاون والتعاضد في ضل قيادتنا الكريمة وأن هذه التدخلات الإيرانية المستمرة على الرغم من الحكومة والقيادة لا يد يدها للسلام مع أي دولة لكن للأسف لا يستجيبون للعطاء التي تقدمها القيادة ونحن نعيش في مجتمع كل أمان وكل حب ومودة والله يحفظ قائدنا جلالة الملوك وولي العهد وسمو رئيس الوزراء في ضلها البحبوحة للعيشة في الأمن والسلام ولا ينقصنا أي شيء وإنما هذه التدخلات المستمرة لابد أن يأتي اليوم الذي يتوقف فيه كل الأمور بالتحدى بين الشعب وقيادة هذه البلاد ونحن بدورنا نعيد ما تقوم به حكومتنا الرشيدة من رد وأفعال ضد هذه الانتهاكات الجارية